معانا نورت الحلقة النهاردة الحجة شادية إبراهيم رئيس مجلس إدراك جمعية فخر عنشأتي الجمعية من اللي كان معاكي وبدأت ازاي بدأت ان انا بساعد المحتاج بالنسبة ليه المريض اولا المريض اولا اللي محتاج عمليات قلب عمود فقري تغيير مفاصل اي حاجة للصحة يعني انا كانت اي اولا اولا واخرا كانت للصحة ان في ناس كتير مش عارفة يعني ايه انها تروح لدكات رجبية انشأتها في سنة 2016 لكن انا كنت بشتغل لعدم العمل الخيري ده من قبله من غير جمعية يعني محبة للخير يعني لغاية تم مشؤون الاجتماعية لازم يقولك رخصة لازم يقولك رخصة طبعا الشؤون التشكر هي اللي سمتني جمعية فخر هي اللي اقترحت عليك هي اللي اقترحت عليك هم اللي سموا جمعية فخر فاغترمي جمعية خلوها فجر جديد قالوا له لا احنا بنفخر بواحدة زيك بتقوم بخدمة عباد ربنا مكرها موجود فين ف24 شارع مبارك عين شمس شرقية تمام تمام قولينا بقى بتعملي ايه في الجمعية بقى قولي الانشطة بقى اللي بتعملي النشط اللي هو الصحة طبعا بامشي مع المريض الصحة اهم حاجة اه الصحة اهم حاجة عندي من هنا بلاقي اللي محتاج مني بعد كده مثلا المريض عندي عنده الكهرباء عالية في المخ ما بيشتغلش باضطرين انا اعمل له فتح مجال اجيب له فيه ادوات بقالة من نفس البيت اذا كانت دور ارضي وبرح اعمل له مشروع مشروع يقدر يتعايش منه اللي هو مثلا اللي هو عنده وسيلة للرزق اه طبعا لانه هو لا حوله ولا قوة عندي مريض الغسيل الكلة برضك بحاول ان انا اعمل له مشروع يقف يعني اجيب مكان ويجيب بناته ومراته يشتغلوا عليهم يعني اشتغلوا ويتعلموا الخياطة او ميليات واعمل لهم كم مشروع اللي يبي انهم يقدروا يتعايشوا به يعيشوا مع الناس امش الغسيل الكلوي الراجل بيبقى هو المعيل بالأسرة اللي المخ يعني اللي عنده مثلا كهرباء عالية في المخ هو برضك المعيل بالأسرة فانا بحاول ان انا اعمل على قدر الامكان ان انا بساعد الأسر دي بحاجات ان دخلوهم منهم دخل زا ادى ان احنا بنساعدهم شهريا في بعض يعني في بعض ناس اللي هم المتبرعين اذا معرفوش يشتغلهم يعني بنجيب لهم لازم نحاول نساعدهم بقدر الامكان عشان يقدر يتعايشوا وبنجيب لهم علاجهم وبنجيب لهم المستلزماتهم المريض بيبقى محتاج مصارف علاج ايوه ومحتاج مصارف كل يوم لولاده اكيد طبعا فالله يكون في عونهم يعني دور كويس لتقومي على تكبيه الحمد لله رب العالمين وربنا اللي بيجازي اه طبعا انا بقول يا رب استعملني ولا تستبدلني بقوله اجر عندك انت يا رب ونعمة بالله ونعمة بالله دايما الدعوة دي جميلة امهاتنا كلنا بتدعي الدعوة الجميلة ديا واحنا عايشين عايشين على دعا الاب والام والجد والجدة كمان على فكرة هي كان وعد من والدتي كانت في الاواخر يعني كانت تعبانة جدا وكانت معايا في المجال يعني مش معايا في الخدمة لا هي كانت معايا وانا كان معايا مرضى فسمعت المرضى دولت يعني بذكر معلش الاسم المشتشفة هي هي اليبلس مصر الجديدة فسمعت الناس وهي بتدعيلي انا سمعت الناس ما يعرفوش ان انا امك فسمعت الناس بتدعيلك فأمان عليك لو أنا جرالي حاجة العمل الخير ده ما تقطعهوش علشان كده حضرتك مستمرة في العمل الخير أيوة من دعوة أمي لي ومن سمعة الناس بتدعيلي